أصحاب قنوات كتيرة في الفترة الأخيرة بيبعتوا لي وبتكون قنواتهم اتقفلت للأسف لأسباب واضحة جدا لكن هم مش شايفينها عشان مجهودك ما يضعش وما تعملش حاجة وفي الآخر تتقفل القناة أو ما تتقبلش على اليوتيوب فالفيديو ده علشانك ركز معايا وهتورق وقلم عشان تعرف ايه المحتويات ايه اللي المفروض ما تعملهاش على اليوتيوب والكلام ده مش كلامي ده كلام اليوتيوب نفسه وحسيب لك المصادر كروابط موجودة في صندوق الوصف بحيث ان انت تتطلع على الكلام ده بنفسك ونصيحة حتى بعد الفيديو ده اقرأ الحاجات دي كويس جدا عشان تقدر تشتغل صحة على قناتك وفي اخر الفيديو هقول لك ملخص الموضوع لو انت مش قادر تقرأ الكلام ده او مش قادر تفهمه المفروض تعمل ايه لو انت مهتم بالموضوع خليك معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفني انا احمد ممدوح والقناة بتهتم بتطوير مهرتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس اونلاين لو انت مهتم بمجال البيزنس اونلاين وازاي تحول قناتك على اليوتيوب بيزنس حقيقي ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة ولو عجبك المحتوى ممكن تشترك معنا ركز معاه في الكام دي ايه الجايين دول عشان فعلا تعرف ايه الصح اللي المفروض تعمله في قناتك والحاجات اللي ما تضيعش وقتك فيها عشان ما تتعبش لمدة سنة او سنتين وفي الاخر قناتك ما تتقبلش في المراجعة او قناتك في نص الطريق ده تتقفل وما تبقاش عارف السبب ايه السبب اكيد هيكون واحد من اللي هنذكرهم دلوقتي ويا ريت لو قناتك اتقفلت لسبب من الاسباب اللي هنذكرهم في الفيديو ده حطلنا في التعليقات قناتك اتقفلت ليه وايه السبب وانت عملت ايه بعد كده عشان غيرك يستفيد من التجربة دي طبعا المقال بالكامل هسيب الرابط بتاعه في صندوق الوصف عشان تقراب التفصيل لكن انا هلخص لك كل اللي موجود في المقال ده اول حاجة بنتكلم عليها ان انت ما تنفعش تعمل فيديوهات يكون بس الفيديوهات دي صمتة عبارة عن صور وموسيقى وفيديو وبتكتب عليها كتابات الفيديوهات دي غير مرغوب فيها في اليوتيوب وهو ذكرها نصا كده المحتوى ده غير مقبول كان قبل كده المحتوى ده مقبول في قنوات كتيرة بتعمل الموضوع ده لكن طبعا دلوقتي بسبب كسرة الموضوع ده واصبح سهل جدا على الناس ان هي تعملوا عن طريق الزكاء الاصطناعي فهو ما بيقبلش المحتوى ده فما تضيعش وقتك في المحتوى ده تماما لو المحتوى بتاعك صامت لكن بيوصل قيمة للمشاهد لو في مهنة انت بتعملها زي ما كنت بترسم مثلا او بتدهن او بتعمل حاجة معينة فالمشاهد بيستفيد من الفيديو وبيفهمه بدون ما انت تتكلم ما فيش فيه مشكلة لكن في الاخر انت بتصور مش بتاخد صور وفيديوهات وبتحطها على الفيديو بتاعك وتنشره وفكر كمان في المشاهد ايه تجربة المشاهد لما يشوف فيديو زي ده هل هشترك في قناتك هل هيعجبه المحتوى اللي انت بتعمله فكر بعقلية منطقية انا بعمل محتوى عشان الناس تشوفه لو انت عملت محتوى بدون ما تتعف فيه بدون اي مجهود بدون اضافة قيمة فما فيش حد يتفرج عليه لان فيه الاف بيعملوا غيرك محتوى زيك وافضل منك كتير تاني حاجة محتوى معاد استخدامه بدون اضافة اي قيمة فيه محتويات تقدر تجيبها من على اليوتيوب ومحتويات مجانية تقدر تستخدمها في الفيديوهات بتاعتك لكن لازم تضيف قيمة في المحتوى بتاعك بمعنى ايه؟ بمعنى انت لازم تتكلم على المحتوى لازم يكون فيه فكرة في الفيديو خلي المشاهد يتفاعل مع الفيديو ويحط تعليقات المحتوىات اللي هي بتتاخد زي ما هي وبتحطها عندك في القناة حتى لو الفيديوهات دي رائجة وجايبة ملايين المشاهدات دي مش هتخلي قناتك تتقبل اثناء المراجعة لان هيجي لك الرسالة المشهورة محتوى معايد استخدامه بدون اضافة اي قيمة لان المحتوى ده مش بتاعك لو عايز استخدم محتوى غيرك بطريقة صحيحة شوف فيديو كيف استخدم محتوى غير بدون حقوق موجودة على القناة وحسيبه الرابط بتاعه في صندوق الوصف حيساعدك بشكل كبير تفهم ازاي تعمل فيديو فعلا بمحتوى غيرك ويتقبل على اليوتيوب المحتوى التالت ده ممكن يتقبل بنسبة 50% وممكن يترفض في الوقت الحالي بسبب انه هو سهل جدا وفي ناس كتيرة بتعملوا اليوتيوب أصبح ما بيقبلوش اللي هو محتوى موسيقى مجانية من اليوتيوب وتحط مثلا صورة ودي كده موسيقى للاسترخاء أو للنوم أو مثلا موسيقى المطر أو يعني مجموعة من الأصوات اللي بتساعد الناس على الاسترخاء الحاجات دي أصبحت للأسف دلوقتي غير مقبولة فما تضيعش وقتك في الموضوع ده هتقول لي فيه قنوات شغالة أنا عارف انه فيه قنوات شغالة لكن القنوات دي بقالها سنين وعليها تفاعل كبير واليوتيوب بيكسب منها فهو سايبها لكن هو مش عايز يقبل قنوات تانية في نفس المجال الطريقة الصحيحة عشان تعمل محتوى زي ده ان انت تشتري الموسيقى نفسها وكمان تشتري حقوق الصور عشان تعرف تعمل قناء زي دي وده هيكون مكلف عليك في البداية ودي الطريقة الوحيدة اللي ينفع تعمل بها حاجة زي دي ومش هتلاقي حد يقول لك المعلومات دي لكن فعلا ده اللي بيحصل وده اللي الناس بيعملوه لو عايزين قنواتهم تتقبل في المجالات دي رقم اربعة اي محتوى في خداع للمشاهدين يعني مثلا شاهد محمد صلاح الهدف الاخير وبعد كده ألاقي مثلا جزء من فيلم او جزء من فيديو خاص بيك طالع بتشرح سوفتوير او برنامج اليوتيوب ما بيحبش الموضوع ده تماما وكمان حتى اليوتيوب لو ما شفش الموضوع ده في ناس كتيرة بتبلغ على الفيديو ولما بيوصل اليوتيوب ممكن يشيله وممكن يقفل القناة تماما لان انت بتخدع المشاهد ولو شفت غيرك بيعملو ما ليكش دعب حد وخليك في طريقك ويعمل الحاجة الصحة عشان تبني قناتك على اساس صحية رقم خمسة محتوى القناة يكون بيتكلم على البرامج المتكركة او المتفعلة او التطبيعات المتحكرة كل الكلام ده في مشاكل كتيرة وبيجي لك مخالفات وممكن قناتك تتقفل بسبب الموضوع ده فما تضيعش وقتك في الموضوع ده انا عارف ان الفيديوهات دي بتجيب مشاهدات كبيرة وفي الغالب ارباح لو انت قناتك مفعلة الدخل وانا شخصيا في فيديو عندي وصل لمية الف مشاهدة وبعد سنتين اتحزف الفيديو من قبل اليوتيوب وطبعا انا كنت في البداية لسه معرفش وده طبعا كان بيتكلم على كراك خاص بالأوفيس فلت ابعد عن الموضوع ده تماما عشان ما يحصل لكش مشاكل في القناة بتاعتك وزي ما بقول تكون شغال صح على القناة اهم حاجة بقى ان انت وصلت لحد المرحلة دي ولسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وكمل معي رقم ستة تكرار المحتوى نفسه في القناة بتاعتك يعني بتاخد الفيديو تنشره اكتر من مرة عندك في القناة ده بيعمل مشكلة برضو واليوتيوب ما بيقبلوش ممكن تقطع اجزاء من المحتوى بتاعك وتستخدمه فيديوهات منفصلة ده ما فيش في مشكلة او تاخد مثلا الفيديوهات الطويلة بتاعتك تقطعها وتعملها فيديوهات شورتس ده عادي ما فيش في مشكلة ومقبول لكن ما ينفعش تقعد تكرر نفس المحتوى فيديو واحد تحطه 3 ا4 مرات على القناة بتاعتك مع تعديلات بسيطة اليوتيوب ما بيقبلش الموضوع ده حاجة تانية مهمة برضو تكرار الصورة المصغرة بنفس الشكل تماما على كل فيديو ده غلط تقدر تعمل طابع للصورة المصغرة لكن لازم تغير الكتابة لازم تغير شيء في الصورة المصغرة عشان ما يبقاش شكلها مكرر في كل الفيديوهات ويصعب على المشاهد التفريق ما بين الفيديوهات ده كلام اليوتيوب مش كلامي رقم 8 الروابط المختصرة الروابط المختصرة دي عبارة عن روابط انت بتحط فيها مثلا رابط لبرنامج او لموقع وبعد كده تحطه في الوصف ولما الناس بتفتح الرابط ده بتروح على صفحة مردومة اعلانات في كل حتة وصاحب الموقع بيكسب وانت كمان بتكسب على كل الف مشاهدة ما بين 2 دولار لحد تقريبا 5 دولار حسب دولة المشاهدة ومجموعة من العوامل كده كان الموضوع ده شغال زمان وكان اليوتيوب مطنشه لكن دلوقتي الروابط المختصرة اليوتيوب بيدور عليها ولو لقى عندك روابط مختصرة بتدايق المشاهدين لان طبعا بيجي اعلانات كتيرة جدا ممكن يديك مخالفة فاحذر من موضوع الروابط المختصرة ولو متعرفش موضوع الروابط المختصرة احسن مش لازم تعرفها خالص فكر في طريقة تانية افضل تحسن بيها الدخل بتاعك في القناة غير موضوع الروابط المختصرة رقم تسعة المحتوى طبعا الجنسي ده مش محتاج شرح واللي في احاقات مش تمام والحاجات دي كلها اليوتيوب بيحاربها انا عارف ان في قنوات موجودة عليها الموضوع ده وعليها الاف ويمكن مئات الالاف من المشتركين لكن المحتوى ده غير مقبول على اليوتيوب وخصوصا لو قناتك لسه في البداية فابعد عن القصة دي تماما وحتى مش عشان اليوتيوب عشان ربنا سبحانه وتعالى رقم 12 قنوات التسويق بالعمولة فقط يعني القناة هو هدفها الاساسي تسويق بالعمولة لليوتيوب ممكن يعمل مشاكل للقنوات دي لان اليوتيوب ما بيحبش الروابط اللي هي بتوديك خارج اليوتيوب مباشرة وبيكون الفيديو هدفه الاساسي ان انا اطلعك برا اليوتيوب اليوتيوب مش عايز ده فلو انت عملت فيديوهات قصيرة والفيديوهات دي فقط بتستهدف ان الناس تطلع برا اليوتيوب وما فيش محتوى في الفيديو تماما يعني انت ما ضفتش اي قيمة للمشاهد فقط وجهت برا اليوتيوب اليوتيوب ممكن يقفل القناة بتاعتك وممكن حتى بدون مخالفات وفيه اكتر من شخص بعتلي حصل مع المشكلة دي فانت لو تعمل قناة خاصة بالتسويق بالعمولة حاول تعمل محتوى في فيديوهات طويلة والفيديوهات القصيرة ممكن تحط بعض الروابط للتسويق بالعمولة وتحط كمان اللي هو ان فيه انت بتوضح للناس ان بعض الروابط ممكن تكون خاصة بتسويق بالعمولة لان انت لو ما حطتش دي برضو اليوتيوب ممكن يقفل القناة بتاعتك حاجة تانية برضو اضافية هنحطها مع النقطة دي ان انت لو حطيت الكلمات المفتاحية كلها في الوصف ممكن برضو القناة بتاعتك تتقفل او يجي لك مخالفة على الفيديو اللي معمول فيه الموضوع ده الكلمات المفتاحية او الكلمات اللي تحت بعض بتتحط فيه مكان الكلمات المفتاحية وليس في الوصف اتمنى يكون الموضوع واضح عشان في كتير بيحصل لهم مشاكل بسبب الموضوع دي رقم 13 حالات الواتساب وكمان تجميع فيديوهات من التيك توك وانستجرام وفيسبوك كل الكلام ده ما بينفعش على اليوتيوب هتقولي اليوتيوب بيعرف منين هو فعلا ما فيش ربط ما بين المنصات عشان هو يعرف اذا كان الفيديو ده بتاعك او انت جايبه من منصة تانية ولا لا لكن انا نفسي كمراجع للقنوات انا في بعض الوقات برجع قنوات للمتابعين عشان اساعدهم في ان هم يعملوا محتوى افضل فببص على القناة بيبان من اول نظرة لي وانا طبعا مش خبير زي الناس اللي بيراجعوا في قنوات اليوتيوب ان المحتوى ده مش بتاعك لان الموضوع من كل بيط قصيدة من كل مكان في فيديو والفيديوهات مش شبه بعض والمونتاج مش زي بعض والدنيا ملخبطة وبالتالي هو بيحس ان انت ما بتبزلش اي مجهود في القناة فانت ما تعملش الموضوع ده عشان ما تضيعش وقتك في قناة وصت لتلتمية الف مشترك وللأسف اتقفلت لكن لو انت عايز تبني بيزنس مستمر المفروض ما تعملش الموضوع ده لو عايز تخطف بقى ارباح بقدر المستطاع وانت بقى وحظك ده موضوع يرجع لك القرار بتاعك انت رقم 15 تعليقات غير مرغوب فيها لو انت جي تعليقات في القناة بتاعتك والتعليقات دي خارجة وانت ما حزفتهاش او تعليقات خاصة بتبادل الاشتراكات ممكن انت اللي تتخالف واليوتيوب قيل لك ان التعليقات تحت الفيديوهات بتاعتك مسؤوليتك الشخصية فاخد بالك من النقطة دي عشان فيه كتير ناس ما تعرفهاش الحاجة التانية لو انت نفسك ردت على ناس بطريقة سيئة ممكن برضو اليوتيوب يخلفك فخليك ملتزم بقدر المستطاع في موضوع التعليقات واخد بالك من مشاكل بتحصل لقنوات بسبب التعليقات اللي بتجي لهم على القناة بتاعتهم من المتابعين رقم 16 وحقرها نصا كده عشان دي عليها خلاف كبير قوي نشر محتوى تنشئه اجهزة الكمبيوتر بشكل تلقائي بهدف مشاركته بدون اي اعتبار للجودة او لتجربة المشاهد ده النص يعني اللي موجود في اليوتيوب بيقول ان الموضوع ده مش مرغوب من اليوتيوب مش معنى انه مش مرغوب يعني ما ينفعش ان هو يتقبل لكن البرضو النقطة المهمة طبعا الكلام ده انطبق على الزكاء الاصطناعي والفيديوهات اللي بتتعامل بالAI والكلام ده لكن لو تجربة المشاهد فرقت في التفاعل على الفيديو فالمحتوى ده مقبول ففي الاخر الخلاصة لو انت عملت فيديو زكاء اصطناعي تمام وحطيت اللي هو الصوت الزكاء الاصطناعي وانت قدمت قيمة في الفيديو بتاعك والمشاهد حس ان هو وصل لقيمة من الفيديو في الحالة دي اليوتيوب ممكن يقبل المحتوى بتاعك فانت خد بالك ان انت لما بتعمل المحتوى بالشكل ده انت برضو بتبقى يعني ما بين خمسين ستين في المية ممكن الموضوع يتقبل ولا لا معظم الناس للأسف ما بتهتمش بموضوع تقديم قيمة في الفيديو بيجيبوا صور من اي مواقع وبعد كده يحطوا نص من موجود من الجوجل من اي مدونة وبعد كده يحولوا الفيديو متخيلين كده ان هم عملوا محتوى لا انت اعمل محتوى فعلا جيد في قنوات كتيرة شغالة بالموضوع ده لكن القنوات دي بتقدم قيمة قنوات بتلخص كتب قنوات بتشرح برامج بتشرح حاجات خاصة بالأبليكيشنز كتير قنوات هنود شغالين بالطريقة دي لان هو لغة ومش مساعدة والأكسنت الهندي مش مفهوم لمعظم الناس وبالتالي هو لما بيلجأ للصوت الزكاية الاصطناعي بيكون افضل بالنسبة له والتجربة بتكون افضل للمشاهد فمش عايزين نطول في النقطة دي كتير لو انت تستطيع ان انت تصنع محتوى بنفسك اصنعه افضل بكتير طبعا غير قادر اعمل الزكاية الاصطناعي بس ما تقوليش انا داخل اليوتيوب مش عايز ازهر ومش عايز اعمل الفيديوهات بنفسي ومش عايز اتكلم يبقى انت داخل منصة غلط روح اكتب بقى في مدونة او اشتغل في مجال تاني المنصة دي منصة صناع محتوى فانت لازم تعتبر نفسك صانع محتوى ولو انت مش قادر تعمل ده اتعلم تعمل ده رقم سبعتاشر ان انت تاخد من مسلسلات تلفزيونية او مثلا برامج تلفزيونية او تصور حفلات او اي شيء انت لا تملك الحقوق بتاعته وتحطه عندك في القناة وتحطه زي ما هو حتى ما تتكلمش عليه او ما تعلقش عليه فالمحتوى ده غير مقبول لان انت لا تملك الحقوق كمان انت ما بزلتش اي مجهود في عمل حاجة زي دي فبيكون الموضوع باين لليوتيوب كمان من ضمن الموضوع ده ان انت لو بتعرف تعزف ارج او جيتار او بيانو الحاجات دي المفروض ان انت ما تعزفش مقطوعات مشهورة لان انت لو عزفت حاجات مشهورة للأسف الكونتنت اي دي في اليوتيوب بيعرفها وبيديك عليها حقوق ملكية فما تضيعش وقتك في الكلام ده وخلصت الموضوع لو انت حسيت ان الحاجات كتيرة ولو انت اصلا وصلت معي لحد هنا فاكتب لي انا بطل انا فعلا عايز اكون صانع محتوى ناجح لان فعلا اللي بيوصل للمرحلة دي بيكون فعلا عايز يتعلم وعايز يوصل لافضل نتيجة ممكنة التعلم هو الاساس بالنسبة لمجال صناعة المحتوى والاستمرارية مع التطوير ده مهم جدا انت تخلق باخلاق الدين بتاعك يعني اخلاق رسول عليه الصلاة والسلام واعمل محتوى بهذه الصيغة وصدقني مش تحتاج تقرأ اي حاجة من اللي احنا قلناهم ولا حتفكر في ارشادات منتدى اليوتيوب هما بيحاولوا يعملوا مجتمع يكون مثالي ما يدقيقش اي حد ما يكونش فيه اي شيء مضر بالنسبة للناس وبالتالي منصة اليوتيوب هتزل من افضل المنصات اللي موجودة في العالم وطبعا احنا تعاليم الدين عندنا بتقول لنا نفس الكلام وبالتالي انت حاول تطبق تعاليم دينك وانت بتصنع محتوى وحتلاقي ان انت مش محتاج تقرأ اي شيء من الكلام ده ما تنساش روابط المصادر اللي موجودة في صندوق الوصف ولو عايز تتعلم صناعة محتوى بالكامل في سلسلة مجانية هتطلع هنا هتعرفك ازاي تبدأ على اليوتيوب بشكل صحيح عن طريق الهاتف بتاعك خطوة خطوة وحتى الكلام اللي انا قلته ده موجود فيديو من فيديوهات السلسلة دي شكرا ليكم كان معاكم احمد مبدوح هشوفكم في الفيديو